غموض يكتنف مفاوضات جدة ولا نتائج تلوح بالأفق بينما يشهد الميدان تحركات وإعادة انتشار وتموضعات للقوات التابعة للإمارات الأيام القليلة الماضية كانت التحركات فيها لافتة بوصول قوات وآليات جديدة إلى الساحل الغربي قادمة من ميناء عصب في إيرتيريا ضمت هذه القوات إلى إمرة العميد طارق صالح وخلال الأيام الماضية رشحت أنباء عن انسحاب بعض القوات الإماراتية من معسكر كريتر أما أمس الأول فقد سحبت الإمارات أجزاء من قوات العمالقة التي كانت تتمركز في الساحل الغربي في العاصمة المؤقتة عدن وهي خطوة ظاهرها تعزيز لتواجد الانتقادي في العاصمة المؤقتة وذاك أيضا ما أكده بيان تلك القوات قبل ذلك كان انقلاب جديد للإمارات قد أفشل في جزيرة سقطرة بعد قرار الشرعية بتغيير مدير الأمن في المحافظة وهنا يذهب البعض لربط سحب هذه القوات بتطورات الوضع في الجزيرة تحرك الإمارات قواتها في المحافظات المحررة وكأنها تلعب على رقعة شاطرانج بينما تواصل الشرعية صمتها المطبقة وتسليمها بما تتصوره السعودية من مصير لليمن وهو تصور لا يختلف عن تصور الإمارات التي تريد اليمن مساحة نفوذ يدار عبر ميليشيات تابعة لها